خالف كلب مايا ساند رئيسة مولدوفا البروتوكول الدبلوماسي أمس الخميس حينما أقدم على واقعة سببت الكثير من الحرج لدولته تكمن في عضه للرئيس النمساوي لكسندر فان دير بيلين الذي يتواجد في كيشنيوف حاليا خلال زيارة رسمية وذكرت وسائل للإعلام المولدوفية أن الحادثة وقع عندما كان الزعيمان يتجولان في فناء المقر الرئاسي المولدوفي إذ حاول الرئيس النمساوي لكسندر فان دير بيلين مدعبة الكلب غير أنه عقره في يده بشكل مفاجئ من جانبها قدمة رئيسة مولدوفا اعتذار رسمية للرئيس مشيرة إلى أن كلبها أصبح خائفا من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص بالقرب منه وعقب تلك الحادثة ظهر رئيس النمسا ويده مغلفة بالضمادات في اجتماعه التالي الذي جمعه برئيس برئيس برلمان مولدوفاء غوري غروسو بدوره نشرف عبر حسابها علي نستجرام مقطع فيديو مع الكلب وصاحبه بتعليق كل من يعرفني يعرف أنني عاشق كبير للكلاب ويمكنني أن أفهم حماسته مضيفا أن اجتماعه مع ساند وغيره من كبار المسؤولين كان جيدا جدا وأضاف فان أنه أهدى للكلب لعبة صغيرة في اليوم الأخير من زيارته يذكر أن الرئيس النمساوي نفسه يملك كلبا من سلالة مختلطة يدعى جولي حيث يقوم بالمشي معه بانتظام بالقرب من مقر إقامته في فينة ومن وقت لآخر كما يحرص على استحابه في العديد من المناسبات اشتركوا في القناة